السلام عليكم يا ربي جمعان تكونوا بألف خير في فيدي اليوم ان شاء الله النهار دا هنعمل الجبنة المتزرلة انجح طريقة وانجح مقدار جبنة مططية ما فيهاش اي غلطة على الاطلاق المقدار دا معدل تقريبا اول مرة هتشوفوه معايا لان التكنيك بتاعه سهل جدا واستحالا نوع يبوص المقدار دا ما بيبوص خالص شايفين مطط الجبنة قدامكم عاملة ازاي عشان الناس اللي بتجيب من شركات وتطلع النتائج مش مرضية والمعجنات بتبوص معاها ايا كانت بيتزا ايا كانت انواع اخرى الجبنة قدامكم اها وهي طريقة شايفين نعومتها وما فيهاش اي غلطة على الاطلاق والتيكتشار بتاع الجبنة مظبوط جدا ومارنة معايا وسالسة فيهاش اي حاجة بعتذر طبعا على طولة المقدمة بس عايز اذكر كم تفاصيل كده لا الجبنة يا محمد اللي انا بشتريها من برا تمام فيه انواع لا ما بتموتش معايا بحس اللي سعرها قلي اللي هما بيستخدموش لبن او كده كويس لا هما برا من بعض الاماكن بتوفر طبعا وقت ما اللبن بس بيفصل بتقوم لما على السن هو جبنة فبالتالي لما تيجوا تحطها على بيتزا او اي معجنات تحس ان المنزرلة معاكي بتعمل لبن واكن لبن بيفور معاكي مش جبنة خالص ونتائج مش مرضية على الاطلاق فاحنا نعملها احنا في البيت بنتائج مضمونة رهيبة مدل ما نشتراها من برك كيلو بـ 250 و 300 جنيه واحنا كده كده بنشتري لتر اللبن بعشر اتنشر جنيه من اي سوبر ماركت او من اي حد بتاع منتجات البان فبالتالي احنا نعمل افضل كمان لان نتيجة تكون اضمن ومرضية ويكفي اللي انتو عاملينها انتو بنفسوكم تمام قدامكم الشكل معبر اهو تمام عشان تبقوا انتو شايفين كل حاجة دي برضو باتت في الفريزر ووريلكم قدامة بشورة ومن اقل جزء اقل نسبة جبنة منزلية اللي هتحطاها لحاجة هتدي معاك مطة رهيبة حبيت بس برضو يكون الفيديو للمم كل التفاصيل اللي انتو تبقوا شايفين كل حاجة في المقدمة ياريت يا جماعة نركز في اي ملحوظة هتتقل عشان هتفرق جدا في نفس الوقت في بدايل عشان الناس اللي ما يكونش عندها المكون اللي انا هقول عليه تمام تبقى مخليها بالها او هتستخدم بادله ايه ياريت بي يا جماعة كل اللي لستة جديدة ينزل يا عمل اشتراك وتفعيل الجرس وهم حاجة كل اللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة ومنسوش تصيبوا لي تعليق عشان تعلقاتكم بتفرحن جدا شايفيني يا جماعة عاملة ازاي يلا نبدأ والمطة بتاعتها هو نعمة ورهيبة معايا جماعة 4 لتر حليب زي ما انتو شايفين بشكل ده الزجاجتين دول كانوا كل زجاجة منهم بتاخد لتر بس انا زودت 2 لتر كمان معاكم معايا 50 مل مياه فترة عادية من حنافية او من فلتر تمام معايا 10 جرام ملح لامون معايا 10 جرام منفحة ممكن نستخدمها قرص عادي المنفحة بتتبع في اي مكان يعني الناس اللي بتكون برا بتاعت معدات او ادوات تصناع الالبان يعني اللي هي المستلزمات او من اي معمل تمام ايا كانت وممكن من صيدلية تجيبه له قرص عادي مش متوفرة 60 مل خل تمام هو هو نفس التكنيك اللي انا هشتغله مش هعمل بقى اللي انا قطع بسكينة ومربعات وتجبن او كده عشان هيبقى الحاجة مختلفة في الخل فاحنا نخل كل الاتنان زي بعض نزلت كده يا جماعة بال4 لتر حليب بتوع الاتنان لتر اللي كانوا في الزجاجتين وفي نفس الوقت بالاتنان لتر اللي كانوا في الاكياز دي تمام بدون ما ضف الحل كده على النار هبدأ انزل كده يا جماعة بعشرة جرام ملح لامون وهبدأ كده اللي انا قلبهم كويس جدا مع اللبن بتاعي واللبن بارد يا جماعة فحل على النار المتوسطة الشعر المتوسطة هو النار عليها هادية تمام قلبت المالح لامون بتاعي مع اللبن هو بارد هصبر يا جماعة لحد ما يقطع معايا تمام في الحالة دي معايا طبعا الخمسين مل مية هنزل عليهم بالعشرة جرام منفحة السائلة او في نفس الوقت باللقرص بتاعتها لحسب ما بيكون مكتوب على وزن القرص كل حاجة بتكون مكتوبة في صندوق الوصفة يا جماعة وقت ما اللبن يبدأ يقطع معايا ايوصل لخمسة وثلاثين مقاوية تمام بالشكل ده هبدأ انزل بالمية المضافلة منفحة او بالستبتين ميلي خلي بتوعي تمام هقلب على النار برضو انا ممكن اقوم اغطي في الحالة دي بس انا مش هغطي هستنى لما يفصل معايا فاصل معايا جماعة اللبن بالشكل ده هبدأ اللي انا اغطى عليه تمام واسيبه وارفعه من على النار لمدة ربع ساعة بعد يا جماعة بعد يا جماعة عد عليه ربع ساعة برجع الحالة تانى على النار وبمعلاقة خشب ببدأ اللم كده في الجبنة بتاعتي بل ما هقوم ضغطها على اي جنب من اجنب الحالة طبعا ايدي مستحملة حرارة الحالة الحالة مستخنة معايا عشان هنوصل برضو القوام هنشوفوا بالنظر تمام انا بوهوري لكم اللي ايدي مستحملة حرارة الحالة تمام دافية معايا اعرف بقى من اللي ايها ما عددش بقى محتاجة النار وبقى الخطوات تتكمل بالايد مع شوية الشرشل اللي هنستخدمهم هعمل كده زوم إن انا بوهوري لكم الاول بس الضغطة ما بتشدش معايا بقى لسه محتاجة شوية شدت معايا كده تمام هتبدأ تترفع عشان نكمل برضو للتأكيد اكتر بصبعنا اللي قبل الاخير طبعا ايدنا مخصولة بن كل خطوة التانية بنلفها كده بتلف معايا على صبع زي ما انتو شايفين بالشكل ده كده تمام ما عددش محتاجة النار باخد من الشرش بتاعي يا جماعة اللي طلع بكارنيب كده او باي حاجة في اي وعاء عندنا تمام وابدأ كده اخد الجبنة بتاعتي بسبايدر او باي مصفة درجة حرارة 64 طبعا مش همد لسه ايدي فيها كله بالمعلقة طبعا الجبنة مزبوطة بس لسه محتاجة طبعا نشتغل فيها بالمعلقة كده يا جماعة وبابدأ ألم لحد ما تنعم معايا لازم اوصل لسطحي ناعم وبضغط قوي بخلي بالي في الضغطة بتاعتي بتجيبه وبتلمع بالجنب بالمعلقة الخشبية كده شايفين لونها ونعمتها ها قدامكم معا بدأت تنعم معايا هكذا بضغط هحس ان ايدي بقدقت تستحمل الشرش ده معادش سخنة اوه على ايدي بس هو سخنة هبدأ اشتغل بايده ونقور لقيته برد معايا هزوت شوية كرنبان كده من الشرش السخنة بس مش هنحتاج لو احنا في البتن عشان بصور يعني فهي بقدامت معاك قده خلاص انا بس بقرر كل التفاصيل بتقور معايا هنبدأ كده نشدها نشوفها عاملة ازاي شايفين يا جماعة الشكل الواحد وكافي سخنة جدا رهيبة انا ملهاش اخر في المطة هنبدأ باقي جماعة نقورها بقى انت طبعا مش لها لازمة اللي انتو تقعد تشد دفاق او كده انا بس عشان التصوير فطبعا عشان شدتها فلازم انا عامها تاني انا ازلها في الشرش اللي معايا عشان تنعم معايا وبكون مجهز في المرحلة الاخيرة يا جماعة وعاء في مياه سقعة تمام مش كل مرة والتانية نزل في مياه سقعة ورجع تاني هي مرة واحدة بس بتصدم الصدمة بتاعتها وكده خلاص تبقى جاهزة بقى للتخزين معايا كده نعمت معايا قدامكم او بس كده خلاص الشرش طبعا ما بيترميش بيتحط في اكياسه في الفريزر هتعجن معجنات هتشتغل بيه ببقى جميل جد صدمة واحدة هه بس كفاية تمام في كس معايا يا جماعة نظيف هبدأ حط الجبنة بتاعتي واسبها في الفريزر تشد شوية تمام كده بعد ما طلعتها يا جماعة هتع كده بالسكينة مسلس كده طبعا هبشر منه جزء الباية طبعا ما كدش بشرته وأقول لكم حطت حاجة بسطة جدا في الخبز وبرضه مدي معايا مطة رهيبة النعومة واضحة اللون واضح كل حاجة واضحة قدامكم معايا كده مبشرة هبدأ كده يا جماعة لنبشر جزء منه عشان تشوفوا عاملة ازاي وكون مجهز كده يا جماعة ارغف خبزة أو مثلا اي طستة او اي حاجة انت كل ده برضه مش اجباري بس عشان التصوير وخدت عندي قريبة في المايكرويف عايز اقول لكم لفة نظرهم راحتها لان انا ما عندش مايكرويف راحت لجبنة رهيبة سخنة جدا شايفين نعومة الجبنة وسيحانة عاملة ازاي لا محبب معايا ولا فاق اي حاجة والمطة عاملة ازاي بقى اقل نسبة جبنة مبشرة شايفين كل حاجة واضحة قدامكم ها اتمنى يا جماعة كون اغطيت على كل الملاحظات او كل التفاصيل اللي انت عاوزين توصلوا لها تمام وبعتذر برضه على طولة الفيديو وكان اطول من كده بس بحيث اكون مغطي على كل حاجة وده اللي جبنا يا جماعة من غير ما تكون ساعة شايفين شكلها عامل ازاي رهيب جدا اتمنى يا جماعة الفيديو يكون عجبكم لو الفيديو عجبكم محدشين سيسبق عجب للفيديو وتعليق السلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة